السلام عليكم ورحمة الله الزول في اللون مرحبا بكم في قناتي متعتي في الطبخ العملة فتحتت لكم في قناتي وصفة على الشربة إكسبريس واليوم جبت لكم وصفة على الشربة العاصمية ولكن هذي اختراح حضرتها بطريقتها الأصلية إذن تبعوني في مطبخي وشوفوا معي كل مراحل بالتفاصيل اشتركوا في القناة السربة العاصمية حضروها في الأصل بالحم غنمي ولكن تقدروا تعاوضها بالجاج أو البقري ما يهمش وتقدروا تخلطوا الجاج مع الغنمي أما الكمية ديروا كمية قليلة للبنابرك إذن ناخد الحم ونحيلوا كامل هذك شحم الزايد ولكن كان اللي رايحين يقولوا لي البنا راه يكامل في شحم هذك لا لا الحم تعلن غنمي حتى ولو نحيت لقاعدة شحم يبقى في وسطو مع مر بشحم إذن نقصوا على قدمة قدره وكما على بنا كامل المرض راه وغير يتسبب نبدأ على بركة الله نحط في القدرة مغرفة كبيرة على الزيت من كترش ومغرفة صغيرة مع عمرت على السمن أو زبداء اللي راح يأتيها واحد البنة هايلة ونزيد بصلة كبيرة من قطعة قطعة صغيرة أنا هنا يقطعتها بيدي كما زمن ولكن دركة ولينا نقطعها بالقطعة الكهربائية ونزيد من بعد عليه الحم اللي قطعتها قطعة صغيرة تاني شربة تعي اليوم تعيومين وكمية الحم راه يقليلة كما تشوفوا سر البنة تعيش شربة ما راهيش في كترة الحم راه ينسيغ في الدوزين ديانها نخليه الحم يتقلى في غرضه ويطلق العسارة والبنة تعوه وبينسيغ معاها طولة البال والوقت اللازم الكافي على نار قليلة وهنا كما موارفة باش ما تكسليش القدرة تعيه ما نزيدلهاش الزيت نزيد لها كمية قليلة تعمى مغلة ونزيد نخليها تكمل تتقلى في خاطرها بعد ما دبل هاداك البصر نضيف لها حبة على القرعة بقطعة قطعة صغيرة كما البصر نخليها تتقلى مع الحم ونغطي على القدرة وفي هاداك الوقت نجوز نقطع الحشيش بقطفاء أو القصبر قطعة صغيرة أما هاد الوريقات تتاع النعناع نزيدهم في الدبشة التاعي لي رح نددرهم على وجه الشربة في الآخر وهنا يا حبيتنا أكد لكم بأن الحشيش بقطفاء لازم نقطعها رقيق ملح ملح لأنه المنظر تاع الشربة تاعنا ما يجيش باب كي عودوا الغصان طوال يعموا في سطح الشربة إذن نضيف الحشيش من قطفاء وعرف صغير بركتاع الكرافز وعرف واحد أخر تاع النعناع وتقدروا تعاوضوا بالنعناع اليابز ونخلط كل شي ونزيد نخلي هاد المنكيهات الثلاث يطلقوا لبنتاحم وبطبيعة الحال على نار قليلة وفي الآخر ناخد الطماطيش نحلها الزريعة ونقطعها قطعة كبار ونحطها في الكسكاس ومن بعد ناخد هادك الكسكاس نحطه فوق القدراء اللي راي تكتك على نار هادية نغطي الكسكاس باش ندوب هادك الطماطيش والجيني سهلة كنتك عليها بيد تاع المهرز ومن داك نفقدها ونزيد نكمل نهرز هادك الطماطيش حتى ما يبقى في الكسكاس غير القشور وفي الآخر نزيد نشلل هادك القشور تاع الطماطيش بشوية تاع المغلي هاد الطريقة هي طريقة تازمان صدقوني انا ما زال لي نعمل بها قولوا لي شكل بحالي لي ما زالها شدة في العادة والعوايد ونزيد نخليها تتقلة شوية مع الطماطيش يعني في هاد المرحلة حتى الحم يكون دخله الطياب ومن بعد نحط التوابل اللي هي ملح فلف الكحل قرفة فلفل عكري وفلفل حار لي بقى اختياري واش نقولكم واحد البنة راهي مع بي الكوزينا وفي الآخر بعد ما تنكاكلش بالتوابل نجن مرق بالمغلي بلا من نسا بينسوع كم شطر حميصة لي ما راهيش طيبة ونخلي شربة تاعنا على نارها هادية تدربرها في خاطرها نخلي شربة تاعي الطيب لمدة لا تقيل عن ساعة أو ساعة غير بوع يعني احتطي بالحميصة واللحم ومن بعد نقل الفريق من كل الشوائب ونشله قبل ما نحطه في القدرة ناخد غرفية ونحط فيها شوية على المرقى وندوب فيها طماطش مصبرة ونزيدها شوية على سائل الطماطم اللي يتباع في العلب نخلط كورشي ونزيدوه في الشربة تاعنا وبطبيعة الحال لمسا تاع الحار اللي ريحة تمتل واحد البنة روعة روعة نخلي الفريق يطيب لمدة 15 الى عشرة وبطبيعة الحال لم نخلي الحار يطيب بالزيف سينو ريحة تحل وتقول لي شربة تاعنا حارة بزيف بعد ما طابت شربة تاعي نطفي عليها وندلدل على وجهة ديالها النعناع اليابس اللي ما نقدرش نستغني عليه في شربة ديالي شربة العاصمية بكل تفاصيلها على قانيها كما كانوا يديروها نسزمان على كل حال هي نفس البنة على شربة إكسبريس ما بصح بتنحط في قناتي الطريقة التقليدية باش مننسوش عادتنا وتقاليدنا اللي راهي في طريق الانقراض الشربة البنينة ماشي شرط تجي مع مرة باللحم ويجي وجهها مع مرة بليدة الشربة البنينة والخفيفة على المعيدة هي هذه الشربة ورفقتها بالكسرة على القمح الكامل وبوراك وزدت معها سلاطة راني حطيت لكم في صندوق الوصف رابطة على الكسرة على القمح الكامل وفي الآخير وصلنا لنهاية الفيديو بتاع الشربة العاصمية وكما نقولكم دايما إذا أجبتكم الفيديو أختاجه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وصحة فطركم اشتركوا في القناة